كان هيك يا لوبانا ايه هيك؟ انا محبا انت اتحكت علينا اذا ما بتحبيني ضروري تكره وصية شادي زيدان لسوريا قبل وفاته مؤثرة جدا واول تعليق لأيمن زيدان مبكي رحيل شادي زيدان فاجعة حزنت الوسط الفني اليوم اذ توفي الممثل السوري الشهير عن عمر نهز تسعة واربعين عاما بعد ازمة صحية المت به بقي على اثرها في المستشفى لأيام ثم ما لبث ان فارق الحياة وكان اخر ما نشره الفنان السوري على صفحته الرسمية عبر انستغرام صورا ومقاطع فيديو وثق فيها جمع التبرعات والحملة الانسانية التي قام بها لمساعدة المتضررين في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وكتب في تعليق على اخر مقطع فيديو نشره عبر انستغرام تحضير الدفع الخامسة الله عوض على كل من ساهم وبشكر جهود الشباب المتطوعين ان كان بالتحميل والفرز والتوزيع الله اويكم من جهة اخرى شارك الممثل السوري ايمن زيدان شقيق شادي صورة لورقة النعوة وتفاصيل مراسم العزاء في اول تعليق له منذ اعلان النبأ الحزين وبحسب ما ورد في الصورة سيشيع جثمان شادي زيدان من مشفى دار الشفاء في دمشق غدا يوم السبت الموافق الخامس والعشرين شباط الفين وثلاثة وعشرين الانطلاق الساعة العاشرة صباحا من مشفى دار الشفاء الى قريته رحيبة حيث يصل عليه في جامع النور على صلاة الظهر اما العزاء فهو يوم السبت ويوم الاحد في بلدة رحيبة ومن بعدها في دمشق يوم الاثنين والثلاثاء في دار السعادة من الساعة السادسة الى الساعة الثامنة لا يا سيدي انا زكي جربني طيب رح جرب هات لشو زائد في تسعة بالحساب من جهة اخرى نعت الممثلة السورية سوزان نجم الدين الفنان السوري شادي زيدان بعد رحيله اليوم عن عمر ناهزة تسعة واربعين عاما اثرى ازمة صحية اللمت به ونشرت سوزان على حسابها عبر انستغرام صورة لشادي ارفقتها بتعليق جاء فيه شادي زيدان فاجعة بحجم الزلزال صدمة رحيلك موجعة لنا كما هي موجعة ومؤلمة لامك واخوتك وزوجتك واولادك ومحبيك واضافت سوزان رحمك الله والهم اهلك وذويك الصبر والسلوان والى جنة الخلد ان شاء الله ايها الغالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة